ست قبلت انه هي تكون زوجة تانية في السر قالت انه هي حبته جدا وانه يعني ما كانش عندها اي مانه ان هي تجاوز الراجل اللي هي حبته في السر وانه هي متقبلة جدا ته بعد شوية وقت لقيت انه تتغير طبعا دع طلبات عايزة تخلف منه شمانا اوان ليا يعني ست ست عايزة اخرج وعايزة سافر وعايزة اعمل وعايزة كذا وعايزة كذا المهم انه هي قالت لي انه هي مش كانت شرنية في تفكيرها ولكن هي يعني ابتدت تفكر ازاي تعرف تجيبه يعني اكتر فابتدت تاخد كانت بتاخد وسائل منع الحمل بطلت تاخدها تماما ابتدت تخلي صاحباتها يبعتوا رسائل لمراته الاولانية ابتدت تشوف هو فين قعب معها فين وتروح وعشان هو يرتبك وكذا مهم انها قالت في القصة بتاعتها ان هي عملت كل حاجة علشان تستدرج الرجل ده وتعرف تاخد حقها في الحياة بعد ما كانت في الاول متقبلة تماما وكترادية تماما وكل حاجة ولكن اون 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 في خلال ما هذا الزوج اولا خناقاتك بقى كتير لا مش هخلف لا مش هعمل لا احنا اتفقنا لا مش عارفة ايه لا كذا كتير 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 في خلال غياب الزوج قبلت او التقت بواحد كم معها في الجمع وهي اصلا بقى يعني في وسط الكلام في وسط القصة بتاعتها ان هي اصلا يعني هي حامل يعني هي حامل في الشهور الاولنية تماما جدا وبعدين اول لما التقت بهذا الشخص قالت كده او كتبت كده في الرسالة بتاعتها فجأة حسيت ان انا الراجل اللي معايا ده مش مفهود اكون الراجل اللي انا اتجاوزته وان الراجل اللي انا قابلته هو المفهود يكون الراجل ده هو مفهود يكون جوزي عندي حلين اردو الحل الاولاني انه انا اقوم باجراء عملية كذا 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 كبير احنا عارفينش احنا عندنا اطفال في البيت مش هينفع نقول هو ايه واتطلق واتجاوز الراجل ده والراجل ده مفيش اي علاقة ما بيني وما بينه علاقة محترمة ما كان منشغل كم مرة لكن انا احساسي به احساس كبير وعظيم ينسى الراجل ده معيني حاس ان هو ده حب عمري مش الراجل اللي انا متجوزاه ومش بتجوز واحدة تانية و هيبقى عندي عيشة وعيلة وحياة بقى وهخلفه وكذا هو ولا ده ولا ده حاجة غريبة جدا اولا خيام التفقين انه انا حفظة طول عمي اطفطب عليكم الا في الغلط الا في الغلط و الا اب انا طالعه بقول اي كلام عشان نعمل نسبة مشاهدة عالية وعشان الفيديوهات تتشارع على مش عارفة الفيسبوك واليوتيوب وردوة الشيبيني قالت وردوة الشيبيني قالت دول نصيرة المرأة انا نصرتك ووراكي ومعاكي بتهرك في الحق في الصح لكن في الغلط انا مش هعرف اعمل كده حتى لو انتوا هتتدايقوا مني لان انا اتربيت وتعلمت ان اللي بيحبني حيلومني ويهنفني ويدلني عالطريق الصحيح لو انا بعمل غلط مش هيتطبطب عليها يقولي يلا روحي يقتلي نفسك او انت حري طبعا انا مش هلم حاجة تغضب ربنا احنا مش هننزل البيبي يعني ده نمرأة واحد كده في القصة ويا ما ناس بتتمنى عال وما بتخلفهاش ما بتعفش تخلفه بقاش عندهم القدرة يا ربنا ما دهمش هذه المتعة في الدنيا ومبارح فيه ستات عمل تعليقات كتير قوي ارامل كانوا بيتكلموا احنا ازاي نتكلم او ازاي نقول ستة الارمان لانها هتعدي مرحلة هي فيها والستة اللي ما بتخلفش انا بقرأ كل يوم كل كلمة انتو بتكتبوها يوك ما عنديش حق ان انا ارد كتير لكن انا بقرأ المهم انه لأ والطفل ده مش هينزل وبعدين اذا كان جوزك مش مالي عينك وحضرتك فكرتي ان يبقى فيه راكل اخر يملى مكانه او يبقى مكانه يبقى جوزك ما ينفعش حتى لو نزل من السماء في حاجة وقعت في حاجة وقعت مش هينفع تتصلح تاني والست لا يجوز لها ان هي تتجوز الا راجل واحد يعني مشاعر واحدة يعني قلب واحد يعني جسد واحد يعني عقل واحد فلما انا ابقى ضد الطبيعة وعقلي يسيب الراجل اللي اللي متجوزاه عشان يفكر في الراجل تاني يبقى غاصن الراجل اللي معين ده ما يفعش حاليكو تبسدي بيه خانة فراغ بقى ملل معرفش وصراحة جوزك مالوش زنب لان هو ما تحكش عليكي هو قالك انا راجل متجوز وتقبلي او ترفضي وحضرتك قبلتي ما هو ده اللي انا بقوله حضرتك قبلتي فانا مش هقدر ارلوم عليه في الحلقة دي مش هعرف ارلوم عليه طب التاني بقى هل تعتقد انه لما راجل يبقى عارف ان انت متجوزة واحد وتتطلقي منه علشانه هل تفتكي ان الاجراءات هتروح لحد الجواز طب راحل لحد الجواز خلاص تماما لما راحت لحد الجواز هل تبتكري بقى ان هو حيصق فيكي في خلال الجواز طب ما هو انت ممكن يكون الراجل ده انت شايفاها زي الراجل ده لان هو كان فتأ جوزك كان اكيد فتأ احلامك من كام سنة قبل ما تتجوزيه الاختيار الاختيار مهم هو ده الاختيار هو ده الاختيار هي بطيخة لكن فيه مبادئ للأسف الراجل اللي انت معاه او الابو ابنك او ابو بنتك اللي ما بقاش ماني عينك للأسف مش هبقى ماني عينك طول حياتك وهتفضعي تدوري على بديل بحجة انه هو كان متجوز اللي انت ابنك على كده ورجل التاني اعتقد انه لا يصلح لانه لم يصق فيكي البتة